عقد في مقر الجامعة العربية أعمال الدورة العربية الثاني المائة وثماني واربعين لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب وناقش الاجتماع الذي رأس وفد المملكة فيه سفير خادم الحرمين الشريفين في مصر مندوب المملكة في الجامعة العربية أحمد قطان ملفات الصراع العربي الإسرائيلي وتطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاثة تضمن جدول الأعمال التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاكات القوات التركية للسيادة العراقية